هنروح للسكواش سكواش لعبة في النادي الآله عملت عروض كويسة جدا كان فيه بطولتين السناء الأسبوع ده في بطولة المعادي وبطولة الظهور في نفس التوقيت وده اللي عمله الاتحاد للسكواش انه نقسم البطولتين في نفس الوقت عشان اللي ما يشارك هنا يشارك هنا طيب عندنا ايه النتائج اللي اتحققت او الكؤوس طبعا كل دولة النادي الولادي نادي اهلي بالكؤوس من اللي فاز فاز زياد إبراهيم بالمركز الاول في منافسات الأمومي وجي محمد حسان في المركز الرابع أما منافسات السيدات فحققت دينا فريد المركز الثاني وجات ريناد هيسم السعيد في المركز الثالث وحبيبة حسان في المركز الرابع وفي مرحلة 19 سنة حققت هيا محمد المركز الأول وجات نور مجاهد في المركز الثالث ولو رحنا لمرحلة 15 سنة هنلاقي ملك إبراهيم في المركز الثالث وحقق حمد ايهاب المركز الثاني وسيف رفاع في المركز الثالث ومروان عسل في المركز الرابع وأما لو رحنا لباقي أو لبطولة المعادي هلقى ياسين شهدي حق المركز الأول في منافسات تحت 19 سنة وجي كريم بدوي في المركز التالي تحت 17 سنة وفاز أحمد فاروق بالمركز الأول في منافسات تحت 13 سنة وفي منافسات تحت 11 سنة فاز علي عبد الفتاح بالمركز الأول وجات ريم مغربي في المركز الثاني وريم مغربي من اللاعبات إن شاء الله اللي بنتظرها مستقبل باهر ألف منهم مبروك طبعا لفريق السكواش أو فريق السكواش في النادي الأهلي نتاج مبهرة الحقيقة نتاج جيدة جدا تحققت في بطولة المعادي وبطولة الظهور تعملوا في نفس الوقت ونتمنى إن شاء الله مزيد للتوفيق لأسرة السكواش في النادي الأهلي